اهلا بكم ولقاء الرائد مع النصر على ارض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببوريدة يديره الحكم الدولي فهد الاريني ويعاونه ماجد الناصر ومحمد العبكري ولمباراة التعاون مع الاتفاق على ارض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببوريدة يديره الحكم الدولي خليل جلال ويعاونه الدولي عبدالعزيز الاسمري ومحمد لحمر ولمباراة العروبة مع الفيصري على ارض ملعب نادي العروبة بالجوف يقود الحكم الدولي عبد الرحمن الملكي ويعاونه محمد العرمطي وعلي بدوي ولمواجهة الشعلة مع نجران على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج يدير الحكم الدولي سامن مري ويعاونه الدولي مؤيد الصيغ ومحمد الشهري أعلن الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر عن حضوره لمباراة الشباب وكاشي والياباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد الملك فهد الدولي في إياب دور ربع النهائي من دور أبطال أسيا وذلك دعما لممثل الوطن في البطولة الأسيوية وأكد الأمير فيصل أن أقل ما يقدمه للأندية السعودية هو الوقوف مع ممثلي الوطن في البطولة الأسيوية الشباب والأهلي مشيرا إلى أن هذه الأندية تلعب باسمها وتمثل الأندية السعودية كفة في جامع الدرجات اختار الأسباني أنطونيو مدرب المنتخب السعودي للنشئين لكرة القدم قائمة ضم 23 لعبا للانضمام لمعسكر المنتخب الذي ينطلق في الرياض غدا الاثنين استعدادا لخوط تصفيات كأس آسيا 2014 والتي ستقام في الأردن خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي الجدير بالذكر أن مجموعة المنتخب تضم الأردن المضيف وأفغانستان وسوريا وسيلعب الأخضر لقاؤه الأول أمام أفغانستان قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل إقامة لقاء فريق الأهلي مع الشعلة والشباب مع الرائد في كأس الأمير فيصل وستقام مباراة الشباب والرائد يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب فيما ستقام مباراة الأهلي والشعلة في الخرج بنفس المعاد وجاء هذا القرار بسبب استدعاء عدد من لاعب الشباب والأهلي إلى معسكر المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الإسلامية المزمع إقامتها في أندونيسيا أعلن النادي ريال مدريد الأسباني اليوم الأحد على موقعه الرسمي تجديد تعاقده مع نجم كريستيانو رونادو ودعا النادي وسائل الإعلام لحضور الحدث بهذه المناسبة في ملعب السينتياغو بمشاركة رئيس النادي وكريستيانو ولم يكشف البيان عن مدة تجديد التعاقد ولا الراكب الذي سيتقضاه النجم البرتغالي وكانت تقارير إخبارية قد أعلنت في وقت سابق أن النجم البرتغالي يعتزم تجديد تعاقده مع الميرينجي حتى 2018 دون الكشف عن راتبه الذي سيظل في طي الكتما ذكرت صحيفة لاجازيتا يالو سبورت الإيطالية أن مدر الحراس مرمى فريق جنوى الذي ينافس في دور الدرجة الأولى الإيطالي قبض عليه وهو يتجسس على تدريبات فريق سامبادوريا قوبيل مواجهة الفريقين في المرحلة الثالثة من الكالشيو وحسب الصحيفة فإن جماهير سامبادوريا التي حضرت الحصة التدريبية شاهدت تحركات غريبة بين أشجار صغيرة قريبة من الملعب وأبلغ الطاقم النادي فأطارد المدرب لوكادي الذي حاول الهروب وتم القبض عليه وهو يختبئ خلف شجرة مرتديا زيا عسكريا كاملا تقليعة خطيرة ممكن نشوفها يوم الأيام في الملعب السعودية عودة مجددا للزميل تركي العجب